حكاية ريال مدريد في التاريخ حكاية عظيمة جداً حكاية عبكرة جداً نهاردة وأنا بفرج على المباراة قاعد معايا بعض الأصدقاء بقولهم النادي الأهلي هو هو الأهلي بالزبط هو الأهلي الأهلي بتعدي عليه كده بعض الأيام ما بيقدش أحسن حاجة ما بيقدش أحسن كورة ما بيقلعبش ماتش عظيم بس بيعرف يا كسب أنا بتاع البطولة عرفت تقولك إيه أصل ده مش عارف بتاع السندوق أنا بتاع البطولات أو ريال مدريد كده بالزبط نسخة تبكي الأصل الأهلي النسخة تبكي الأصل من ريال مدريد اللي تنشبه بعض جداً بالزبط ده واحد مسيطر على أوروبا طولاً وعرضاً وده واحد مسيطر على الكارة الأفريقية طولاً وعرضاً ألعب حلو بقى أبو حشمت يعني بص تقاش تكلمني على الأداء تكلمني على البطولات أنا بتاع البطولات أنا أنزل أكسب لاستثناء أنه نخسر مش القاعدة القاعدة أنه نكسب طيال النهاردة دورتموند عمل بصراحة مباراة هيلة الشوت الأول تحديداً هيلة هيلة وكرتوة شال وكربخال شال وكل اللعيبة النهاردة الشوت الأول ما كانتش في أحسن أحوالها بما فيهم بلينجهام وفينيسيوس ورودريجو وفالفيرديو كل اللعيبة النهاردة تقريباً في الشوت الأول معظمهم ما كانوش في أفضل الأحوال الشوت التاني النص التاني من الشوت التاني من بعد الهدف بصراحة اللي سجله كربخال بضربة رأسية ندرة من كربخال ريال مدريد توحش كالعادة توحش ربع ساعة يعني فيها افترة على دورتموند بصراحة قدر بعد كده منيسيوس بخطأ سازج من مدافع دورتموند انه يسجل هدف التاني ويحسم الامور تماما لريال مدريد ويا بخت انا انا بعض افكر هونا زي ما كنتش بحب انشروتتي انا من الناس اللي ما كنتش بتحب انشروتتي زمان مش من الناس يعني اللي هي ايه بشوفه من اعظم المدربين في العالم اشوف مثلا مورينيو اشوف جورديولا اشوف خلوب اه حلق اشوف كابيليو اه فابيو كابيلو اشوف اه طبعا استير االكس فيريكسون بس انشروتتي طول الوقت كده مش ايه فيه بحس ان عنده حط نقصة لا انشروتتي ده حكاية انا غلطان طبعا طبعا ده من اعظم اللي لم يكن اعظم المدربين في التاريخ ده عمل كل حاجة ويا اخي بص تحس ان هو ايه اللي بانا دي شغالة اللي بانا دي اللي بتجيب له الافكار طول ما هو بينضغ اللي بانا اللي بينضغها طول الوقت دي تحس انه الشوت لو لوحش الشوت التاني الريال هيبقى جامد انشروتتي هيتدخل فيه حركة في تركاية هتتعامل في المرعب واتخ الله سل مبارا اشتركوا في القناة